أهلا بكم معنا في هذه الفقرة مهمة يعني في رأيي يعني ممكن شاء الله هل تحسوا أنها فقرة مهمة لأنها خاصة بالنحية الصحية والطبية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا في العالم وكمان في نفس الوقت التشخيص لبعض الأمراض الخطيرة زي مثلا الحملة اللي كانت عندنا احنا للاهتمام بمرضى فيروسات اللي في الكابت والحملة دي لما كانوا يكشفوا على المرضى اكتشفوا أيضا أن بعض المرضى الذين يعانوا فيروسي في الكابت لديهم كميات كبيرة جدا من الأورام ما كانش معروفة طبعا وده استلزم حاجة يعني تسمى بالعلاج التشخيصي الأشعة التشخيصية واللي هنتكلم عنه النهاردة وزي دور هذه الأشعة التشخيصية أو العلاج التشخيصي في اكتشاف هذه الأورام وأيضا بعض الأمراض التي لا تكون قد معروفة يعني في جزء الإنسان لكذا مشرفنا النهاردة حقيقة وجانا مخصوص من جامعة كفر الشيخ الدكتور محمود عبدالعزيز استشاري ومدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة كفر الشيخ حمد العسلامة وشارك صباح خير طبعا يعني جهود مبزولة حقيقة الدكتور محمود مهمة جدا هذه النقطة أو هذه الفقرة في صباحنا مصري لما يتكلم على الأشعة التشخيصية أنها من قد تكتشف أورام أو أمراض أو يعني علات صحية قد تكون موجودة في جسد الإنسان وده اللي كشفه طبعا الحملة اللي كانت في مصر عندنا علاج فيروس C وكمان فيروس كورونا هو طبعا زي ما حدرتك قلت يعني وشرفنا يكون موجود معاكم الحملة اللي كانت موجودة بتوجهات الدولة من 2017 للكشف على فيروس C وعلاج معظم أهلنا اللي بيعانوا من فيروس C لأنه هو بيباليه تأثير في إحداث تلعيفات في الكبد اللي بيتبحها بعد كده حدوث نتوآت في الكبد بعدها لقدر الله بيقلب أورام خبيثة ومن اسم الورام الخبيث معروف أنه هو للأسف نهجه أنه ما يعملش أي مشاكل في الجسم اللي بعد ما يكون يعني المريض نحسي بي نحسش بحاجة لأسف دائما الجملة دي بتيجي من كل أهل مريض يقولك إزاي يا دكتور ده كان ممتاز ده ما عندوش أي حاجة لا يعاني من شيء خطورة انت مرة واحدة اكتشفنا الكلام بالزبط هو ده اللفظ العام لمرض خبيث وده الرد اللي يرد عليه بنقوله اللي بيبقى عنده حصوة في الحالة بيصوت فهي حصوة بيبقى فيه انزار بس ليك انزار تتعامل معها عشان تنقذ الكلة لكن الأورام الخبيثة مش مفروض ودي رسالة يمكن لنفس نطلع بها من البرنامج نحن نسيب نفسنا بدون أي متابعات والخوف من موضوع فيروس كورونا خلى الناس كلها خايفة حتى تروح للمستشفية العامة خايفة انها تروح لأي مركز طبي أي مؤسسة صحية عشان ما يلقلش عدوة كورونا وهنا حصل الكونفليكت أو اللي بنسميه الصعوبة ان الحالات لو تثابت بدل ما كان نكتشفها بدر زي ما حصل في فترة 2017 السكرينينج اللي تعمل ده او الفحوصات العامة من الأشعار التشخصية سواء كان بداية الموجات الصوتية او الأشعار المقطعي سلسية المراحل على الكبد أورانين مغناطيسي اللي بالسبغة كان بيتم تشخيص الأورام في أحجام بدر جدا ويبقى كل صبر بحاصر المر بالضبط كل صبر طرف العلوة بحاصرها على طول سواء كان زراعة الكبد كان موجود او استقصال الكبد الجراحي مع زمانيننا استشارين الجراحة موجود او حتى العلاج عن طريق الأشعار التدخلية اللي هو تخصصنا الدقيق ان احنا نستخدم أجهزة الأشعار سواء كانت الأسطرة او الموجات الصوتية في ان احنا نوصل بالأساطر لحد الورم ونحقنه بدون الاحتياج للجراح او التردد الحراري اللي احرق الورم في مكانه بس ده شرطه الأساسي ان انا نلحق العيان والورم اتنين او تلاتة سنتي او تلاتة سنتي او تشخفت خلاص انتهت وبقدر البقرة تلاتة ربع بقر وبدل ما يبقى الوريد البابي سليم لا ده في جلطة خبيثة في الوريد البابي وده تاني التحذير اللي احنا بنقول عليه ان احنا نهتم بان المريض ياخد المصل طبعا في انواع من الامصال منها الحاجات الكلد فاكسين اللي هي ما فيش فيه خوف على المرضى ضعاف المناعم ان هم ياخدوها الغرض منها بعد كده ان المريض ده لازم يمشي على رجم كل تلات شهور انه يبقى فيه زيارة للطبيب المختص به سواء كان طبيب الاشعات الداخلية او طبيب الكبد ويتعمل له سكرينينج موجات صوتية عشان تلحق اذا ظهر حالديدة فاكرينا دكتور محمود بقى حتى العمل كشف الفيروس C في الحامد اللي فات لازم يدخل كمان كل شوية يروحوا يكشف بقى عشان مجلوش تاني المرض وعشان كمان ميبقاش فيه عنده خلايا سرطانية رسالة يمكن اتفاهمت غلط من عوامل ناس يا ريتنا هايلايت الحكاية دي او نتك عليها ان المريض اللي اكتشفنا عنده فيروس C واخد علاج فيروس C وده ممتاز احنا علجنا فيروس C من الدم لكن تأثير فيروس C على خلايا الكبد ان الفيروس بيحط الدين بتاعه جوه خلايا الكبد وان الكبد حصل فيه تحور ما بيحميش العيام ان يجيله ورم بالعكس هو انت مفروض الحمد لله الاساس في علاج فيروس C ان الاب ده كان بيعمل اصابة للام وبيعمل اصابة للابن وبيعمل اصابة للخال وفضل احنا في البدارة بتاع المرضى السايكل دي بعلاج فيروس C عشان ما يتنقلش عن طريق الدم والتعليمات العامة للهيجين ان انت ما يباش فيه موس بنستخدمه كلنا لو انا رايح هنلاقي بنا معي ادواتي الخاصة بي لو انا معروف حتى لو شوفي من فيروس C على الاكد تاني متابعة الكبد المتليف لازم يتابع لازم يتابع لاني مش معنى ان الفيروس ده انا تحليلي بقى سلبي ان انا كده مش حاجيلي ورم في الكبد الله قدر الله المريض اللي تعالج من فيروس C اللي لازم يستمر على المتابعات الدورية زي وزي اللي ما تعالجش او لسه ما اكتشفش فانت بتتابع حاجتين فروض تعمل تحليل دورية ان انا ما اصبتش بالفيروس ولو اصبت وتعالجت اتابع عادي جدا على الكبد بتاعي كل 3 شهور عند حد ثقة في موجات صوتية على الاقل لو حس باي حاجة في الكبد من خشونة الكبد او نطوئات لازم يعمل اشعة تشخصية بالمقطعية ايه مشكلة بس خليك معنا دكتور محمود برضو في الواقع يعني برضو الأشعة تشخصية المكلفة فهنا بقى المريض بيحجم على انه يروح يعمل اهو يمكن حاجتين صحة ومرضة كامو موجودة احنا عندنا جامعة الكفر الشيخ ما شاء الله جهاز 360 مقطع تقريبا مجاني للمرضى اه يعني في مجاني حتى اللي لعلاج بالأج حاجة رمزية جدا دوبك تابعا سبغة تقريبا اللي بتدفع وبتخدم شريحة كبيرة جدا يعني عندنا اهلنا في كفر الشيخ للأسف استليف وكان اورام الكبد منتشر فان انت حضرتك تيجي تعمل الفحص ده وتطمن على نفسك في الجهاز من احدى الجهاز اللي موجودة في مصر الحمد لله رب العالمين طب لو طلع فيه عندنا علاج عن نفقة الدول عندنا التأمين في جامعة كفر الشيخ بنعالج الحالات دي سواء عن طريق الاسطرة في جهاز عندنا FD20 ده من اعلى اجهزة الاسطرة على مستوى مصر الحمد لله والعالم وبنشتغل الموضوع بتقنيات عالية جدا بأسطرة المتناهية الصغر او التردد الحراري برضا كعملنا في جامعة كفر الشيخ الحمد لله رب العالمين بدعم رئيس الجامعة عندنا دكتور عبد الرازق وده مهمتنا اعلام نحن نبرز ان فانت الجامعات عندنا المصرية المحومين فيها اجهزة وناس تروح هي اجهزة وفيها اصطف محترم جدا وفيه خدمة بتتقدم بس العين لسه خايف من الهدك او من الخوف بتاع مرض الكورونا فاحنا بنقول انت تاخد بالاسباب بتنزل بالمسك بتاعك الحاجز يبقى بمواعيد ما باش في اوفركراودينج الطبيعة العامة اني انا اجي انت بس ندورك العشر الشرط تقف على الباب ونبقى كلنا فوق بعض بالعكس احنا دلوقتي انت بقى مع وجود عندنا في الجامعة open area الويتنج كله في open area في الجامعة عندنا بحيس يبقى انت قاعد حضرتك واللي بيدخل هما الى 2 او 3 اللي عليهم الدور يبقى اللي داخل الرنين هو اللي بيدخل اللي داخل المقطعي يدخل اللي داخل اشعة الصناري يدخل لكن مازال شوية انا عايزة بك اني لو قفت دي الاحاجات اللي احنا بنقول سلوكات اللي نفسنا تضغير هنا بقى ضعيف المناعة تعالوا معاهم ازاي موسيقى حضرتك احنا بنبوحرصين ويمكن دي ميزة بقى من مويزات الاشعة تدخلية الكنسبت العام ان ضعيف المناعة لو اتكتب عليه ان انا عندي وراء في الكبد فكانت الطريقة التقليدية ان انا حادخل اعمل عملية جراحية مهما انت حاولت بتاخد بالاسباب وبتعزلني وبتدخلني الواحدي وكده بس في الاخر انا حاول في المستشفى تقريبا ممكن من 6 ل 7 ايام عشان انا عبال ما يتعامل للشق الجراحية واطلع بدراني وممكن ندخل عناية يوم او حالات زراعة الكب طب انت دلوقتي الاشعار تدخلية دي الهزبت الستيلا يتجاوز 3 ا4 ساعات يعني بتدخل في غرفة خاصة بعد كده بتدخل غرفة القسطرة بعد كده بندخل عن طريق القسطرة تقريبا في نصف ساعة ساعة لربع يبقى الدكتور حقن لك البقرة دي بكمية دواء هو علاج كميوي موضعي ملوش تأثير العلاج الكميوي للناس بتخاف منه لان زمان كنت تدي الكميوي ده في الوريد كمية التأثير والأثار الجانبية وياخد وقت كمان كتير جدا اه ممكن جلسات 6-7 جلسات 6-7 جلسات كل جلسة الفرق ما بينها 3 أسابيع والجلسة بتاخد وقت لكن انت دلوقتي بتدخل لوحدك تخرج في قوضة طوال ساعتين وبعد كده تروح لبيت في نفس اليوم سواء كان تردد حراري او كان علاج عن طريق الأسطرة فحتى لو احنا مريض مناعة لو ما بروح في الإكسانيس سنتر او بروح في المركز في مستشفى محجوز لإجراء الأشعة تدخلية يمكن دي قللت الهوسبترستي ودت شوية تفوق على مستوى العالم مش بس في مصر لقصة ان انت المريض لو تقدر تعمله إجراء الإجراء ده يقلل فترة جلوسه مش بس الأورام الكبد يعني دلوقتي حتى الأورام اللي فيها في الرحم بتتعالج عن طريق الأشعة تدخلية تضخم البرستاطة الحميد بتعالج عن طريق الأشعة تدخلية بالأسطرة الحالات بتاعة الغدد الدرقية ونطقات الغدد الدرقية لها تردد حراري فبدل ما كان فيك جراحة وحيب فيه يوم أو يومين أو ثلاثة تعرف بره بردك بيهتم قوي بحكاية العين ده حيقض قد إيه حياخد أجازة قد إيه حيبعد عن شغل وقد إيه لأن الدولة في الهيلس انشورانس بره تتحمل كل الكلام فانتوقفت عن العمل كبرودكتيفتي في نفس الوقت حيبقى قعدتك في المستشفى مكلفة والفترة اللي حتقضيها في البيت بل بالعكس دلوقتي يبتدى فيه انطلاق إن يبقى فيه حاجة اسمها الخدمة المنزلية إن فيه أشعاعات بتتعامل في البيت سواء كان وده يمكن وصلت تفنير آه في سكندرية عندنا مركز من أكبر مركز ما شاء الله اسمو كروس كان في الفترة كورونا دي وفر خدمات جليلة للمرضى والحالة اللي هي التحليل بتاعتها اللي بتتسحف في البيت أو الأشعة بتاعتها اللي بتتعمل في البيت والبالسو أجزمت اللي بنقس بنسبة الأكسجين في الدم اللي يثبت إن اللي عنده تعبان هو ده اللي تروح لعربية تسحف مجهزة تاخده وتطلع بيه على مستشفى العزل طب لو نقدر نعالجه بيتابع معاه استشارة صدرية وبتعمله أشعة عادية في المنزل وكان فيه على فكرة العلاج بالتليفون ده كان جميل جدا في الفترة الأولى من كورونا كان فيه طبعا ومازالت والله وحملة مصر كان فيه كذا طبيب شاركوا فيها على مستوى مصر بالكامل إن يدوا استشاراته إن يحاولوا يفهمه بس طبعا أنا ما قدرش يد استشارة بدونه بمعاه تحليل وأشعة فكان الأول الإيرا بتاعت تفرت إنه بقى نقدر نوفر أجهزة سواء كان صونار أو دوبلر أو إيكو يعني هنا حكاية تحليل أو أشعة دكتور دي نقطة مهمة عادة ركز عليها كل مطروح أي دكتور دلوقتي هو لك أعمل أشعة فالمريض اللي كان قال له ده هو عايزي يكلفني وعايزي فكيد هو مع مالك الأشعة فلنفسي في النقطة دي لنه حاولي حضرتك على حاجة مريض عنده دوربرت ومريض عنده كورونا والأعراض متشابه أنا هقعد ده من البيت من أسبوعين لثلاثة أسابيع ومش هيختلط بحد هل ده ملهوش إفكت على حضرتك يعني أيا كان تمن فحص الأشعة المقطعية اللي بدون سبغة اللي بتتعمل لو بحيتراوح لحسب ممكن في مستشفى لو قلنا بالأجر عام حيعمل 300 ربعمل جنيه أو في مركز خاص 300 ربعمل جنيه كمثال هل ده هيقعدك أسبوعين بدون شغل وتاخد كورس علاجات ولا تختلف أنت تبقى مطمن على نفسك ولادك ومراتك وولدك وولدتك وجارك في أمان حقا وبالتالي إحنا لازم نساعد بعض عشان نلمت الكلام أو هتعمل تحليل وكان البيسي آر كتحليل غالي غير أن فيه فلس نيجا في البيسي آر يعني ما ينفعش بقى واحد اكتشفوا أنه كورونا كل ثلاثة ياما لقيه مصور لي معلشون هل ما هيو صعب أرى دكتور محمود حابعت لك على تسبب الأشعة دي قول لأ أنا تحسنته ولا لأ قول له أنت نسبة الأكسجين عندك كام قول لي سبعة وتسعين في المائة قول له طب ليه تروح تاخد أشعة مقطعية تاني ده قوة تعرضك للأشعة المقطعية مايو عادل من 150 لـ 200 مرة تعرض لفيلم X-ray تعرضك للأشعة العادية لفيلم التعزمان ده لو أنت بتعمل أشعة مقطعية قوة التعرض للأشعة ممكن ميوزن من 150 لـ 200 مرة وصل على جلده وعلى جسمه بالضبط فأنا لو أنت بتعملها مرة اضطراري عشان نشخص وتاخد فترة العزل ماشي طب الأمور بتسوق ممكن ما فكر أعمل تاني طب الأمور مستقرة وماشي كويس والعلاج اللي يجي نتيجة فيش حاجة ما أنا حتابع نفسه عشان أنا مقتدر بقى والعكس دي بتشوف أنا مش فارق معي أنا عايزة تطمنع نفسه لا أنت هتخلص من حاجة وندخل في أمراض ده لقدر الله الدم زي اللوكيميا والإنفوما لأن كتر التعرض للأشعة والأبيوزن بتاعها دم الصح خصوصا في الأطفال بردك أنا عندي الطفل الحمد لله معظم أعراضهم بتبقى بسيطة جدا فما جيش أنت كأب بتقول إيه هم جاي رايح أنت والزوجة والأطفال وتلاقي طفل عنده 6 سنين وتم ما عندهوش أعراض بيقول لك بنتطمن عليه لا طبعا ده اسمه استخدام سيطة هوس بيبقى هوس عندي بعض الناس بالضبط ففي جزء زي ما حضرتك بتقول خايف منه يعمل الفحوصات عشان خاطر خوف من الكورونا فده أخاره في الاكتشاف العلاج زي أورام الكبدو حاجات غيرها أنا ممكن مصبر على تدخم حميد في البرستاطا أو على أورام لفيا وقول لهم الأمور تهدأ لأنه أورام حميد لكن أورام الكبد الخبيثة صعب حضرتك في ثلاثة أربعة شهور الموضوع بيتغير وبدلا ما كان حيبقى فيه علاج للأسف هنخرج من البطاقة لأنها تنتشر بسرعة فهو التوازن في كل حاجة في الدنيا ده الأساس فيها هنا تبقى بقى يعني الكوادر البشرية المدربة على التعامل مع الأجهزة لأن أنت برضو دكتور لما تروح مثلا الواحد بيعمل أجهزة أخصاء يعني صح طبعا الشاعات وكده ممكن يتخيل يشخص المرط ويقول لك عندك كذا واحد نعرفش يقول الدكتور فهنا بقى الكوادر البشر المدربة على التعامل مع مثل هذه بصحرك دي طبعا مش حاضر أحضر لحضرتك أن كل وقت احنا محتاجين نطور ونعمل دورات تدريبية عشان نزود الكوادر البشرية عشان تقدر تستفيد ما شاء الله من كمية الأجهزة اللي موجودة عندك على امتداد وزارة الصحة وعلى امتداد الجامعة في جامعات كتيرة فتحة دلوقتي وبتلاقي عدد الكادر البشري أقل بكتير جدا من الخدمة المفروض تقدم وفيه في وزارة الصحة هتلاقي فيه بقى توزع منايب جديد أخذ التوزيع بس ما فيش حد هناك أكبر منه يعلمه للأسف فهو موضوع التدريب ده أكيد ده من توجهات مفروض دولة الفترة الجاية أن أنا عندي عدد تخرج العدد ده حيتخصص العدد ده لازم نحط له يعني بروجرام عشان كده يمكن الزمالة المصرية طلعت الفترة الأخيرة عشان يبقى فيه شوية توازنات مع الجامعة بسأنا أتمنى يبقى فيه تعاون أكتر ما بين المؤسسات الجامعية وما بين الزمالة المصرية عشان فيه نقدر نزود أعداد المتدربين وعشان يبقى برنامج تدريبي حقيقي وعشان الناس دي لما ترجع وزارة الصحة تتوزع على المستشفىات وزارة الصحة اللي على مدار أماكن مختلفة تغطي شريحة أكبر من الناس خصوصا كورونا ما بترحمش في كل مكان فأنت فعلا عايز يكون عنده في الحتة اللي هو موجود فيها الخدمة دي فالموضوع بس مش توفير أجهزة لو توفير أجهزة وزي ما حضرتك بتقول المعالج أجهزة وعادك مستشفىات ضخمة بس ما عادش الكادر اللي شغالها يعني ده توازن بردك مطلوب جزء منه يعني علينا في أن نحن نحاول نطور من المستوانا أنا بفتخر والله هل الأعداد الموجودة في الجامعات والمعاهد بتكفي وخاصة في الناحية الأشعة دي ولا برضو فيه نقص كبير يعني يعني حقول لحضرتك احنا مثلا في جامعة كفر الشيخ الأمور متوازنة الحمد لله رب العالمين بس مثلا في مستشفى مستشفى طوارق جديدة مدعومة من دولة مش عايز أقول لحضرتك على مساحة 4000 متر 8 دوار لا دي لو هتفتح لازم لازم نطلب كوادر لأن أنا هوفر خدمة 24 ساعة أخذ بقى كل منطقة كفر الشيخ دي كبيرة جدا يعني بتكلم عن دسوق والحمول والرياض فإزاي كل ده حيبقى في مستشفى طوارق أقوله فصادر هتفتح فساعتها لازم يكون في ضخ بتعمل من الدولة وتوفير فنين وتمريد وده كاترة مش بس في الأشعة في جماعة تخصصات يعني لو أنت عندك 4 لازم تخليهم 16 لأن كلمة طوارق كلمة 24 ساعة كلمة أعداد وده الحمد لله رب العالمين يعني أتمنى أن يكون إدارة ماشية فيه بقوة لفترة الجاية عشان فعلا الخدمة تستمر على ما هي عالية نحن بفتخفة جامعة كفر الشيخ رغم أنها بقى لها ست سنين إلا أن هي مشت وراء جامعات عريقة في مصر زعين شمس وإسكندريا ومصورة ومملك إسكندريا ماجستير ودكتوراه ودراسة فأفتخر ويمكن 30% من قوة التعينات في جامعة كفر الشيخ من إسكندريا وجزء منها الثاني من الممصورة وجامعتين الحمد لله رب العالمين والباقي من جامعة طنطة وجامعات أخرى برضك عريقة لكن أنا أصدي أن الكوادر اللي راحت لكفر الشيخ وأتمنى أن كل جامعات الجديدة اللي بتفتح تستفيد من الكوادر اللي في الجامعات القديمة وتمشي على السيستم القوة بتاعها لأنه ده سيديها تبادل خبرات ما بين جامعات مختلفة وفينا ناس اللي سافر إنجلترا واللي كان في ألمانيا واللي كان في إيطاليا ورجعوا ببعثات الحمد لله وكان إحنا قسمين عندنا واحد في إنجلترا واحد في ألمانيا راجعوا والثالث في إيطاليا ده برضي يجيبك فعلا الخبرات ما شاء الله يعني كوادر الجامعة وفيه دعم من الجامعة يعني تعليم بعثة تدريب ما بيتأخروش خالص الحمد لله فإن أنت تجوين عشان تاخد الخبرة دي وترجع بيها للمكان اللي فيه فاسيليتز لكن التاني هنكرر كل ما الأحداث تزيد وكل ما الكوادر دي تزيد كسواء كان التدريب أو خبرة مع توفر الفاسيليتز بتاعتها مع الاستفادة بالخبرات السابقة اللي جاي من جامعات أخرى ده هيدي للمناطق أو للأماكن الجامعات الجديدة فرصة أقوى نتقد حقها إن شاء الله ونأمل أن نقدر نأوصل بالخدمة أنا بازي أقول حضرك أنت مريض الكبد حتى لو يعني شوفي يابه برضو عنده مراعة ضعيفة أو ممكن انتقل زي ما قلنا آه طبعا للكبد مراعة ضعيفة يودت إلى تلاييف هل بقى إزاي يقي نفسه مريض الكبد من كورونا أو عنده مراعة ضعيفة وعنده مرض الكبد بص حضرك احنا بجي بنقول وهل اللقاحات اللي ممكن يأخوتها دلوقتي يعني أأمنة بالنسبة من بلد الكبد ولا برضو هي طالما زي ما بقول لحضراتك زي السينوفارما أو الحاجات الصيني دي بتبقى أمنة أن هي خفيفة خفيفة بس أنا أنصح بيها طبعا إن ده أولى من أن أنت متاخدش مناعة خالص ولا قدر الله ييجي الفيروس مع مناعتك الضعيفة أكيد عشبه خطة دفاع ليك خطة دفاع ليك الحاجة التانية هو ما لا يدرك كله لا يترك كله فأنت دلوقتي إحنا بنحافظ عليك في التغنقلات بنحافظ عليك في لبس الماسك وأن أنت المجهود بتاعك بقليل وأن حيز الناس اللي بيدخلوا عليك لكننا دايما ننصح بالبيئة المفتوحة يعني للأسف عندنا مثلا في اسكندرية حكم الإقامة الأوفر كرياودنج لما تيجي تشوف في المناطق زي قلب المدينة مش دحمة أنت كفاء الأسنصير اللي هتركبه في عمارة 13 دور كله دور في 10 شواء يعني الأسنصير زي قلب نفسه كارسي في حين أنت لما تطلع للمناطق المدن الجديدة زي مثلا برج العرب وكينج لا كمية التهوية والإرييشن والأوفر كلاودنج وأن أنت تبقى الأسرة أو العائلة في حيز ده بيدي نسبة أمان فهو غالبا لازم بردك الناس الفهم والكونسيبت يستفيدوا من الأماكن اللي بتفتحوا مهمة أخدنا بالأسباب أنا بخايف على والدي فما بنزلوش بس أنا طلعت الأسنصير ونزلوش ما أنا ده جعله محمل بالفيروسات يعني فأنت بتقي نفسك وهو بيق نفسه لكن الأماكن المفتوحة ده حتب حل جزري مع اللقاحات مع نحنا نخذه بالأسباب في الحاجات اللي عمل هيجين الكحول الماسك وهكذا هو ده مهم جدا طبعا يعني وزي ما قلت ده بيخلينا بقى ساكن وغيره علومة ساعدنا بوجودك معنا ونشكرك على هذا اللقاء الطب المرمى جدا اللي كانت في حضرك على أهمية الأشياء التسخصية والتداخلية وخاصة لمرضى الكبد وزي التعامل مع كورونا أشكرك ضيفي العزيز شرفتنا من كفرشيخ ضيفي محمود عبد العزيز طبعا استشاري ومدرس الأشياء التسخصية والتداخلية بجامعة كفرشيخ كنت معنا ضيف كريم شكرا للحبيب شكرا للصباح خير ونحن لك صباح مصر